أكثر فصائل الكلاب ندرة من حول العالم تعتبر الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة المحببة للناس وهي تعرف بأنها أفضل صديق للإنسان لذا فغالبية الناس من حول العالم تظن أنها تعرف كل فصائل الكلاب ولكننا اليوم سنعرفك على فصائل الكلاب الأكثر ندرة تابعنا لتكتشف هذه الفصائل قبل أن نبدأ لا تنسى أن تضغط أعجاب على الفيديو وأن تتابع قناتنا وتفعل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد أولاً تيبتان ماستيف تعرف هذه الفصائل بأنها من ضمن أقدم فصائل الكلاب المعروفة حول العالم وقد ثبت علمياً أن هذه الفصائل هي بداية نشأة فصائل كبيرة أخرى مثل فصيلة السينت بيرنارد أو فصيلة بوكسر وإذا حاولنا وصف هذه الفصيلة يجب علينا أن نذكر في المقام الأول حجمها الكبيرة جداً وقوتها البدنية بالإضافة إلى الشعر الغزير الذي يغطي رأسها بشكل خاص وجسدها بشكل عام وإذا نظرنا إلى مهارتها العقلية سنجد أنها من أكثر الفصائل ذكاء ودهاء لدرجة أنه كان يحرص مدينة بأكملها أو يتم استخدامه في الحروب ونصف هذه الفصيلة ضمن أكثر الفصائل تكلفة في ثمنها وأكثر الفصائل المميزة على كوكب الأرض فيتم بيع الكلب الواحد من هذه الفصيلة مقابل 1.9 مليون دولار ثانياً كيرليان تتواجد فصيلة الكلاب هذه في الأقاليم الباردة على كوكب الأرض ويرجع أصلها إلى ظواحي روسيا وفنلندا وقد خلق الله هذا النوع من الكلاب ليتحمل درجات الحرارة المنخفضة جداً وتعرف هذه الفصيلة بشجاعتها وقوة تحملها فقد كان يستخدم كلب كيرليان قديماً لمطاردة الغزال الأمريكي الضخم والدبابة وأكثر ما يميزه هو امتلاكه لحواس دقيقة جداً وخاصة حاسة الشم والبصر ولكنه يمتلك سلوكاً عدوانياً جداً لدرجة أنه من الممكن أن يقتل حيوانات أخرى أو حتى فصائل أخرى إذا قاموا بمضايقته لذا من الصعب جداً ترويضه ثالثاً كاتاهولا ليوبارد يمكنك أن تجد هذه الفصيلة في الولايات المتحدة الأمريكية ويطلق عليها البعض الكلب النمر لما بجسده من بقع مختلفة عن لونه مثل النمر وتتميز هذه الفصيلة بالاختلاف المتنوع لألوان الكلاب فيها وتتميز هذه الفصيلة بتواحد لون عينيها المائل إلى الأزرق وتستخدم هذه الكلاب لمطاردة الخنازير البرية وتميل هذه الفصيلة إلى الجدية في العمل وعدم السعي وراء اللعب واللهو وقد اكتشفنا ذلك من خلال ما صرح به بعض الملاك هذه الفصيلة الذين صرحوا بأن الكلاب تنتبه طوال اليوم بحذر لما يحدث مع أصحابهم ومن يتحدث معهم وإذا وجدوا شخصاً يتحدث مع أصحابهم بشكل عنيف يهجموا عليه على الفور وصرحوا أيضاً أن هذا يحدث طوال اليوم وحتى في وقت نزهتهم رابعاً بيروفيان يرجع أصل هذه الفصيلة إلى دولة البيرو كما هو موضح في اسمها وقد تم إعطاؤهم هذه الاسم في عام 2000 وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الآثار التي تدل على وجود هذه الفصيلة منذ حضارة الإنكة وهذا يعني أن أصلها يرجع إلى أكثر من 500 عام ويخلو التكوين الجسدي لهذه الفصيلة من الشعر تماماً وإذا كنت تتساءل عن الطريق التي تشعر بها هذه الكلاب بالدفء في التقسي البارد فأود أن أخبرك أن الله عز وجل خلق في جلدها السميك قدرة على توليد الحرارة عند الشعور بالبرد وقد خلقت هذه الفصيلة بهذا الشكل بالكامل دون أي تغيير من قبل الإنسان أو تغيير نتيجة لعملية تهجين الفصائل المختلفة سوياً تعرف فصيلة الكلاب هذه بأنها واحدة من أكبر فصائل الكلاب حجماً حيث يصل ارتفاعها إلى ما يقارب ثلاثة فاصل ثلاثة قدم وأكثر ما يميز هذه الفصيلة هو شعرها الغزير والكثيف الذي يبدو مثل الضفائر والحبال المربوطة سوياً قديماً كانت تستخدم هذه الفصيلة للدفاع عن مكان ما أو لحماية قطيع الحيوانات من الذئاب والدببة حيث أن ظهرها الغريبة وحجمها الكبير يجعل الدببة والذئاب تبتعد عن القطيع وحتى إن حاولت الذئاب مهاجمة كلب من هذه الفصيلة فإنها تفشل لشعر الكلاب الغزير والطويل الذي يمنع الذئب من جرحه أو عضه وقد ثابت عالمياً أن شعر هذه الفصيلة يمكن أن يزين 15.4 باوند لذا فقد تم تسجيله كأكثر أنواع الكلاب غزارة في الشعر على الإطلاق سادساً أوزوهاك تعتبر هذه الفصيلة من أندر فصائل الكلاب الموجودة حول العالم يرجع أصل هذه الفصيلة إلى البلاد الإفريقية إذ أنها تمتلك هيئة جسدية خاصة بها لا تشبه غيرها من فصائل الكلاب وذلك من ناحية طوله وجسده الرفيع وأكثر ما يميز هذه الفصيلة هو شعورها بالانتماء للمكان الذي تمكث فيه لذا فإنها تستخدم لحراسة بوابة ما أو قطعة أرض حيث أنها تهاجم كل غريب يأتي إلى مكانها بشكل لا إرادي فهذا الشعور من طبيعتها التي خلقها الله بها وتتميز هذه الفصيلة أيضاً بسرعتها الفائقة التي تتمكن من خلالها بمطاردة أي حيوان تريد تصل سرعتها إلى 40.400 في الساعة ونتيجة للبلاد التي نشأت فيها هذه الفصيلة فإنها تتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة جداً وبالرغم من سلوكها المهاجم مع الغرباء إلا أنها تمتلك إخلاصاً لا يوصف تجاه مالكيه تشتهر هذه الفصيلة من الكلاب بتكوينها الجسدي المذهل وتعرف أيضاً بأنها من أكثر الكلاب طولاً على الإطلاق ويصل وزن هذا الكلب إلى 66 باوند ويرجع أصله إلى غرب تايلند ويقال أن هذه الفصيلة هي تطور للفصيلة الذئاب الأسيوية لذا تعد هذه الفصيلة واحدة من أقدم الفصائل المعروفة حول العالم وقد تم تدريب هذه الفصيلة على أن تكون صائدة للثعابين حتى أنها تتمكن من قتل ثعبان الكبرى إذا تطلب الأمل ذلك وفي وقتنا الحالي يتم استخدامها لمكافحة الجرائم لأنها ضمن أكثر الكلاب شجاعة وقوة وهي مخلصة جداً ووديعة مع أصحابها وتحميهم وتدافع عنهم ولو بروحها تعد هذه الفصيلة ناديرة جداً لدرجة أنه من الممكن أن يكون هناك آلاف منها فقط خارج حدود تايلند يرجع أصل هذه الفصيلة إلى المملكة المتحدة وهي تبدو مثل الأغنام تماماً ولكن لا تنخدع بالمظاهر لأنها على الأغلب تكون خداعة فقد صرح الكثيرون من مالكي هذه الفصيلة أن كلابهم من الممكن أن تقتل كلباً آخر أو حيواناً آخر لأنهم يمتلكون طبيعة عدوانية وأكثر ما يميز هذه الفصيلة هو سرعتها الفائقة التي قد تصل إلى سرعة الخيول ويصف الكثيرون هذه الفصيلة بأنها من أكثر الفصائل المفضلة عند الأطفال لأنها تحب المرح واللعب كثيراً تم اكتشاف هذه الفصيلة من الكلاب في الولايات المتحدة على يد عالم بيئي في عام 1970 ويعرف هذا الكلب بأنه كلب بري ويطلق عليه أيضاً اسم الدانج الأمريكي لما به من مشابهة مع الدانج الأسترالي ويمتلك هذا الكلب تكويناً جسدياً متوسطاً ولكن أكثر ما يميزه هو قدرته الحادة على السمع لذا فقد تم تشبيهه بالثعلب لأنهما يمتلكان نفس مستوى القدرة على السمع وهي ميزة جيدة جداً لتعاقب الفرائس والهجوم عليها وبما أنه يصنف ضمن الحيوانات البرية فعادة ما تجده وسط مجموعة كبيرة من جنسه وعلى الرغم من أنه يكن الولاء والإخلاص لمالكيه إلا أنه خطير جداً ويتعامل بعدوان وعنف مع أي شخص آخر لذا فإذا رأيته في أي مكان حاول أن تتجنبه وتبتعد عنه يرجع أصل هذا الكلب إلى دولة ماليزيا وقد كان هذا الكلب مهماً جداً للسكان الأصليين بماليزيا لما لديه من قدرة على طرد الحشرات الطفيلية ويتميز هذا الكلب بحجمه الصغير إلا أن لديه قدرة كبيرة جداً على القفز وتسلق المرتفعات فقد يصل طوله إلى ثمانية عشر إنجاً فقط وقد تذنى عدد هذه الفصيلة من حول العالم حتى أن المتخصصين صرحوا بأنه من أكثر الفصائل الكلاب ندرة على الأرض وأقلها في التواجد حول العالم اشتركوا في القناة